مزيد من الحديث وتطورات الأوضاع في البصرة معنا من هناك الناشط المدني ياسر البصري مرحبا بك ياسر ما الذي حصل أمس بالقرب من مبنى محافظة البصرة والذي تسبب بسقوط هذا العدد من الشهداء والجرحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله الرحمة والمصر يا شهداء من الأبرار والشفاء العاجل الجرحانة بإذن الله لأنه حسب جهود أيام الذي حصل أن قوة مجهولة هاجمت مبنى محافظة البصرة بإختصار ما أدى إلى استنطار الغواه الحكومية ودرد على المتباهرين أما حسب قائد الشرطة وتصريح المرسمي يقول أنه لا دخل لدينا في مهاجمة المتباهرين ولا أعتقد الأمور ضباضية وغير معروفة لما حصل في البصرة عدد الشهداء حتى القناة بجلة مع الشهيد وأكثر من 150 إصابة من الغاز المسير للدموع وضربات وضربات بالصعص المطاطي وما شابه ذلك من تعتقد أن توصفتها بالقوة المجهولة من تعتقد أن تكون هذه المجموعة التي تستطيع أن تحاول إنهاء الاعتصام بهذه الوحشية والقمع وتستخدم هذه الأسلحة التي ذكرتها يعني 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 المضاعف في هذا الحجم الكبير لا أقول أن تخسر ومثل ومثل ما قلت لك تم اختراع ومثل ما صبرت قلت لك يعني المجهول القوة المجهولة وغير معلومة لحد الآن طيب برأيك لماذا هذا الاستداف من هذه الجهات لإحراق خيام المتظاهرين أمام مبنى المحافظة ولي خلق الأوراق والفتنة بين القوات الحكومية والمتظاهرين والحكومية من الشرفة والجيش أبدوا تعاون كبيرا مع المتظاهرين ويجب أن نعدل صور والتقاء الصور معهم والمسنع أدع نعم يعني قول ناشطين فإن بعض المليشيات خطفت عددا من جرح المتظاهرين داخل مستشفيات المحافظة برأيك ياسر هذا المعلومة تفضل ما وصلت به شيء صورة بس أنني أعرفت أن المستشفى لم تعدك فيه لعدد من الجرحة والمصابين من حالات الاختماع هل سيتراجع أيضا المتظاهرون أمام هذا القمع الحكومي نعم هل سيتراجع المتظاهرون أمام كل هذا القمع لا أعتقد يعني سيتراجع لأنه هناك تصميم على انتزاع الحقوق خاصة أن فلد تري وفيه من المؤهلات والأمال والموارد النقطية والمناقبة الحدودية المؤهد في الشعب العراقي وزيادة أجعله يعيش عاملا مستقظا لأنه هناك أجلة خارجية وداخلية تعمل بالذالف ضد رفاهي الشعب الموضوع نعم شكرا جزيلا لك من البصرة ناشط المدني ياشر البصري شكرا جزيلا لك من إشخاب الموضوع